قبل الصفي هذا هو الذي أمامكم تتواجد فيه قوات الحوثي وصالح في أعلى هذه الجبال وعلى طول حدود التماس بين محافظتي تعز ولحج بالتحديد في جبهة المضاربة قد لا يعلم الواقف في الأسفل ما الذي يدور هنا في الأعلى حيث تستعد المقاومة لصد أي تقدم قادم من خلف الهضاب البعيدة إذ تحاول الميليشيا السيطرة على جبلي ذي عهد الاستراتيجي حيث كثفت قصفها المدفعي على مواقع المقاومة وما تزال المواجهات على أشدها في الجبهات الشمالية للمديرية فبالرغم من المحاولات المستمتة للميليشيا من أجل اجتياز هذا المكان لكنها لم تستطع رغم فارق التسليح لا يمكن أن تدخلها إلا أن ينتهي جبل المشبك العمق الاستراتيجي للجبهات الحدودية بين الوازعية والمضاربة الذي يطل بشكل كامل على مديرية الوازعية من الناحية الجنوبية الشرقية هو ما استدعى الجيش لتحمل تكاليف شق الطريق إليه تستمر المواجهات في أعلى جبال الصبيحة وعلى الرغم من أن هذه الجبهة صارت من ظن الجبهات منسية الدعم إلا أن ذلك لم يمنع أبناءها ورجال المقاومة من الاستمرار في التصدي لأي تقدم للميليشيا للميليشيا